اختتمت وزارة التعاون الدولي سلسلة الاجتماعات التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي مع بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وبدورها أشهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي فرغم جاءة كورونا اتفقت الوزارة على تمويلات المائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطع النقل فضلا عن ذلك فقد أقدم بنك الاستثمار الأوروبية تمويلات المائية لدعم القطع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في سورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات